وبالعودة لإفتتاحية الجيش مجلة الجيش الوطني لسان حالة المؤسسة العسكرية وضع الفريق أحمد قايد صالح النقاط على الحروف إذا التصريحات المسؤولة لبعض من الجنرالات والعقداء قول المتقاعدين إفتتاحية الجيش تضمنت رسائل الداخل وكذلك الخارج نتابع التفاصيل مع طهر بنزينة احترام السر المهني هو ما شدد عليه نائب وزير الدفاع قائد أركان الفريق أحمد قايد صالح على مستخدم الجيش الوطني الشعبي سواء في المهنة أو في التقاعد على ضوء تسارع الأحداث وانخراط بعض جنرالات عقداء المؤسسة العسكرية المتقاعدين في حملات سياسية تهدد استقرار مؤسسات الجمهورية الفريق أحمد قايد صالح أكد أن المؤسسة العسكرية لن تتسامح مع من يزج بالجيش الوطني الشعبي في أي نزاع سجلت في المدة الأخيرة تدخلات على الساحة الإعلامية الوطنية من طرف مستخدمين عسكريين أحيلوا إلى الحياة المدنية متلاسين بذلك الأخلاقيات التي اكتسبوها في الجيش الوطني الشعبي طيلة مسارهم المهنية تطرقوا من خلالها لمواضيع سياسية تهم الجزائر وطرحوا اقتراحات سياسية بديلة وطارة للتهجم على السلطات منتسبون سابقون بالمؤسسة العسكرية دعوا إلى ضرورة التزام الإطارات المتقاعدة بواجب التحفظ والسهر على الحفاظ على الدور الدستوري للجيش وذلك بعدم الإنجرار وراء الشؤون السياسية للبلاد هو يحفظ على الأسرار التي يعرفها أثناء أداء الخدمة بعدما يحل إلى التقاعد يصبح مواطن كامل للحقوق وعنده أيضا واجبات لست عضو في مؤسسة ولست مؤهل ولا تملك الصلاحية باش تتكلم باسمها مؤسسة عندها ممثليها هي إذن تحذيرات أطلقتها المؤسسة العسكرية لاحترام السر المهني وواجب التحفظ لإطارات الجيش الحالية والسابقة في ظل تحديات أمنية خطيرة تعيشها الجزائر داخليا وعلى الحدود